ترجمة نانسي قنقر وبهذه المناسبة قدم سموه التهانية إلى منتخب الإمارات بمناسبة الحصول على المركزين الأول والثاني عبر الفارس سعيد سليم خميس والفارس عبدالله علي محمد كما هنى منتخب تونس بحصوله على المركز الثالث في الفرقة هذا ولم يوفق فرسان الفريق الملكي بعد أن كانت المنافسة شديدة على المراكز الثلاثة الأولى حيث وصل الفارسان حمد الخاطري ومحمد الرواعي إلى خط النهاية بنجاح ولكن لم تجتاز جيادهما الفحص البيطري واشاد سموهم بالجهود الكبيرة التي بدلها فرسان الفريق الملكي والجهازين الفني والإداري طوال المرحلة الماضية والتي أزدل من خلالها على موسم مليء بالمشاركات الخارجية وحققت الفرق نتائج مميزة طوال الفترة الماضية مشيرا إلى أن البطولة العالم أفرزت عن الخامات البحرينية الشابة التي تعتبر مستقبل القدرة البحرينية وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن العديد من الأهداف تحققت في مشاركة الفريق الملكي في بطولة العالم منها رياضية أخرى اقتصادية وترويجية لمملكة البحرين وبما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في استغلال الأحداث الرياضية وأبرازي اسم المملكة وقال سموه دائما ما تكون الأحداث الرياضية أحدى الواجهات الحقيقية والمفيدة في استغلالها الأمثل للترويج للمملكة حيث تعتبر بطولة العالم أحدى البطولات المهمة التي حرصنا على التواجد فيها بقوة ومواصلة إبرازي اسم المملكة في المحافل الرياضية في ظل المشاركة الكبيرة من الدول وأوضح سموه أن عدة أهداف تحققت في مشاركة الفريق في بطولة العالم للنشيين والشباب وتعتبر هذه المشاركة جيدة في ظل إنهاء فارسين للسباق بنجاح هذا حقق منتخب تونس المركز الثالث في ترتيب العام للفرق وحل أولا منتخب فرنسا وثانيا منتخب ماليزيا ترجمة نانسي قنقر